بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بما أن الاختبارات على الأبواب رح نقترح عليكم نموذج مقترح بقوة مادة الجغرافية للفصل الأول للسنة الثالثة ابتدائي عندنا هنا التمرين الأول والتمرين الثاني دائما رح يعطو هنا أجب بصحيح أو خطأ دائما سنجد التمرين فيه أجب بصحيح أو خطأ هنا أجب بصحيح أو خطأ الجنوب والشمال من الاتجاهات العامة نصلي في المسجد أمام الإمام لأصل إلى مدرستي سأختار الطريق الآمنة ولو كانت طويلة أحدد اليمين واليسار بواسطة البوصلة لدينا هنا عدد الاتجاهات الجغرافية ستة ونشاهد الآثار في السوق نبدأ من الأول الجنوب والشمال من الاتجاهات العامة نحن نعرف بللي الشمال والجنوب والغرب والشرق اتجاهات جغرافية يعني رح نحدد الشرق والغرب من اتجاهات جغرافية وليست عامة هنا رح نكتب خطأ أنا أعلل الإجابة لما تكون خاطئة لماذا ولما تكون صححة لماذا لكن لم يطلب من التعليل أنا أعلل فقط من أجل الاستفادة نصلي في المسجد أمام الإمام هذا خطأ لأن الإمام يكون على المنبر أمام المنبر والمصلون وراءه يعني الإجابة خاطئة لأن الإمام نصلي في المسجد وراء الإمام لأصل إلى مدرستي سأختار الطريق الأمينة ولو كانت طويلة هذه الإجابة صحيحة ولو كانت طويلة هنا هذه الإجابة صحيحة لأن سأختار الطريق الأمينة حتى لو كانت طويلة للحفاظ على أمني وسلامتي أحدد اليمين واليسار بواسطة البوصلة هنا أكيد رح يكون الجواب خطأ لأن البوصلة أحدد بها المواقع البلدان ليس لتحديد اليمين واليسار عدد الاتجاهات الجغرافية 6 هنا الإجابة خاطئة لماذا الإجابة خاطئة؟ لأن الاتجاهات الجغرافية كما قلت لكم هنا هناك شمال جنوب شرق وغرب يعني أربعة وليس بستة نشاهد الآثار في السوق هذه الإجابة كذلك أكيد خطأ لأن الآثار توجد في المتحف والمعالم مثل مقام الشهيد التمرين الثاني اقرأ الفقرة جيدا ثم اتمم المخطط تقع مدرسة وسط المدينة أعطونا هنا المدرسة في وسط المدينة يحدها من الشمال المستشفى المركزي أين هو الشمال؟ نحدد الشمال يعني للتسهيل رح نكتبه قالوا لك الشمال رح نكتبه منه الشمال غرب شرق جنوب يعني عندنا هذه الاتجاهات هذه هي الاتجاهات الجغرافية كما كتبونا عدد الاتجاهات الجغرافية الستة لهذا كتبنا خطأ فالاتجاهات الجغرافية شمال جنوب شرق غرب رح نحدد المواقع كما في الصورة هنا شماية شرق شمال جنوب غرب لاستسهال العملية يحدها من الشمال هذا الشمال المستشفى المركزي يعني رح نكتب هنا المستشفى المركزي من الشمال من الغرب محلات البركة أين هي الغرب؟ هنا رح نكتب محلات البركة في شرقها قاعة السينما هذا هو الشرق رح نكتب قاعة السينما بينما تتواجد محطة الوقود على جنوبها وهنا محطة الوقود يعني هنا الجنوب عفوا يعني هنا محطة الوقود هذا التمرين يعني عنده عدة أشكال ممكن أن يعطي لك مواقع وأنت تحددها أو يقدروا يعطوك مثلا هكذا وأنت تحدد الاتجاهات كما قلنا هنا شرق وهنا غرب شمال وجنوب ولا يعطوك خريطة الجزائر ويقولوا لك حدد الشمال من الشرق من الجنوب والغرب حول خريطة الجزائر